مشاهدين مشاهدين قناة تاني في كل مكان من صبح على حضراتكم يوم جديد وصباح جديد رب يكون صباح سعيد عليكم صباح السبت ستة تمانية عشرين اتنين وعشرين معنا اكتر من فقرة جهزنا لحضراتكم في الحلقة النهاردة يكون لنا كلام عن الاحتفال بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في نفس توقيت في الفين وخمستاشر تضافرت جهود المصريين علشان تقرج قناة النور في اقل من عام واحد يمكن شوفنا تمويل مشروع قناة بستين مليار جنيه وهذا التحدي الضخم اللي انجزه المصريين واقبال كان غير مسبوقة على شراء شهادات الاسمار الخاصة بقناة السويس طبعا انظار عالم كله تجهت نحو القناة الجديدة لالت بتأكيد مدة الرحلة الزمنية لعبور في القناة وفي نفس الوقت طبعا القناة بعمقها وبوسعها الجديد سمحت بمرور نقلات الحقيقة كبيرة للغاية تدخل في اطار الناقلات الاكبر على الاطلاق او الحاويات الاكبر على الاطلاق اللي ممكن تكون مرت في اي مضيق ملاحي من قبل حول هذا الامر هيكون موجود معايا الدكتور تامر محمد سعيد استاذ الاضارة ولو في اخر اخبارنا لهذا اليوم السبت 6.22 بنبدأها من اخبار مصر وديرة الهجرة تشهد فعاليات المعسكر السنوي السادس لابنائنا بالخارج في شرم الشيخ ثم من الوطن خلع ابغفار يوجه بالتوصع في اعمال مرصد الوطني لأضرار ادمان المخدرات من الاهرام وديرة البيئة تعرض افكارا قابلة للتمويل البنكي لمواجهة تغيرات المناخية اليوم السابع محافظ الجهزة تفقد اعمال محور 26 يوليو والكبرى المتقاطع مع احمد عربي من المصر اليوم محافظ مطروح جهاز تعمير الساحل ينتهي من طرح 6 طرق اما من الاهرام فالداخلية احتفالية للنزلاء بطورة بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية من اليوم السابع حياة كريمة بترسم البسمة في قرى سهاج انشاء 46 مشروع بقطاع الشباب وانهاء تنفيذ عشرين مجمع للخدمات الحكومية الاهال يشيدون بالمبادرة والمحافظة خرجت من طور التهميش الى مرحلة التطوير في عهد الرئيس السيسي نكاملين اخبارنا مع حضراتكم هذه المرة من المصري اليوم اتحاد الصناعات الفرصة متاحة لجذب السناديق السيادية العالمية لاستثمار في مصر عودة اليوم السابع والرئيس تطلق اطول حملة لنظافة مجرى النيل في ستمبر المقبل ايضا حملات ازالة تعديات البناء المخالف على الاراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية من الوطن تبطين 311 كيلو من الترع والمصارب بالجيزة بتكلفة مليار جنيه من اخبار مصر وزارة تموين بتخفض اسعار اللحوم البرازيلي المجمدة الى 79 جنيه للكيلو التخطيط مصر تطلق حزمة من الحافظ تحفيز الاسمار الخاص في القطاعات الخضراء ومن الشروق وزير التضامن الاجتماعي انشاء 250 مدرسة مجتمعية جديدة لاستعاب الاطفال المتسربين من التعليم من الشروق المرور غلق كبري ميدان الرسالة بالمؤطة من مدة 3 يام لتركيب الفواصل وزير الاوقاف ومحافظ القاهرة بيفتتحان مسجد فاطمة النبوية بالضرب الاحمر ثم الى الارصاد تقصي اليوم السبت حار نهارا والعزمة بالقاهرة 35 درجة حسطاقة هيئة الارصاد الجوية ان يشهد يوم تقصي حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مواتد الحرارة راتب ليلا على السواحل الشمالية مائل الحرارة راتب على باقي الانحاء درجات الحرارة متوقعة على بعض المحافظات القاهرة 35 والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة الاسكندرية 31-24 مطروح 30-24 سهاج 39 درجة والصغرى 25 اما اسوان 43 درجة المحسوسة 44 والصغرى 29 درجة دي جولة في اخبارنا لهذا اليوم السبت ستوغس عشرين اتنين وعشرين موضوع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في الفين وخمستاشر قلنا ان ساعتها كان في ملحمة تكاتف ما بين المصريين الحقيقة وكان على شراء شهادات الاسمار الخاصة وقناة السويس كان الرقم 60 مليار جنيه قدرنا نجمعهم في مدة قصيرة لغاية كان بمثابة التفاف حول قناة الرئيس بافتاح قناة السويس الجديدة الناس كانت بتساءل في ذلك التوقيت طب انا ليه محتاج قناة سويس جديدة يعني هي اضف لي ايه وانا امتلك قناة السويس طب احنا ممكن نعمل تكريك ممكن نعمل توسيع ممكن يعني نطور في قناة ديما طب الجديدة هتضف لي ايه العلاقة الواقع خلال عام تم الانتهاء من هذا المشروع وشفنا السفن العملاقة تمر من القناة الجديدة وشفنا اختزال الوقت الخاص بزمن الرحلة داخل القناة وشفنا انظار العالم بالكامل تتجه الى هذه القناة الجديدة وهذا الانجاز الغير مسبوق اللي قدمه المصريين للعالم او هدية للعالم ولكن في هذه الزكرة يعني بعد مرور حوالي سبع سنوات ايه اللي اضفته على ارض الواقع هذي القناة الجديدة انا بساني يكون موجود معي الدكتور تامر محمد سعيد استاذ الادارة اهلا بحرك معنا فاندم مناورنا مشرفنا اهلا بيك فاندم يعني في اطار الحديث عن القناة الجديدة خلينا ناخد الفكرة بدأت ازاي وفي ذلك التوقيت عندما تم اتخاذ القرار كان ايه السبب يعني انا لما افكر ان انا هعمل قناة سويس جديدة كنت بفكر فيه اولا اسمح لي بداية من خلال برنامجك المميز ان انا اهني كل المصريين او كل الشعب المصري بهذا الانجاز التاريخي الاستراتيجي وفي خلال اللقاء بتاعنا ان شاء الله على مدار اللقاءنا هنعرف ازاي هو انجاز تاريخي وانجاز استراتيجي في نفس الوقت تمام وبداياتا حابب بس الاول في بداية حديثنا ان احنا نهايلايت او ان احنا نقول شوية حاجات بسيطة كده او شوية معلومات كده عن قناة سويس ايه يا قناة سويس دي وليه هي مهمة جدا بالنسبة للعالم وليه هي محط انظر العالم كله وايه اهميتها ليه نحنا كمصريين تمام ربنا سبحانه وتعالى ميز مصر بموقع جغرافي استراتيجي مميز جدا فانت لو مثلا شفت مصر على الخريطة هتلاقي مصر تقريبا في مركز العالم يعني في نقطة ارتكاز بالنسبة للعالم اه هزي هذا الموقع الاستراتيجي او هزيه النقطة الارتكاز او هذا المركز نتيجة لان مصر هي محور الرابط بين العالم الاديم او قرارات العالم الاديم اللي هي قارة افريقيا وقارة اسيا وقارة اوروبا فحتلاقي مثلا ان مصر بتطلع على البحر الابض المتوسط وبالتالي هي قريبة جدا من الاسواق الاوروبية العالمية وبتطلع على البحر الاحمر وهي قريبة جدا من دول الاسواقية ايه ومن هنا جات فكرة قناة السويس ان انا ازاي اوصل قناة او ممر مائي بيوصل بين البحر الابض المتوسط وبين البحر الاحمر لتسهيل حركة التجارة العالمية هنا فيه حتين مهمين جدا هذا الممر لما بيورد من البحر الابض المتوسط والبحر الاحمر فهو كده ربط بين الشرق وبين الغرب ربط بين قارة اسيا وبين قارة اوروبا طب ايه بقى فكرة تسهيل التجارة العالمية التجارة العالمية في معناها هي التبادل استلع والخدمات بين الدول بين بعضها وبعض يعني مثلا في دولة معينة عندها منتجات طامة الصنع بتصدرها لدولة تانية والدولة التانية بتستوردها والعكس وممكن يكون فيما يخص متسزمات الانتاج وبالتالي هذه التجارة وهذه النوعية من التجارة بتعتبر عصب الاقتصاد في هذه الدول طب ايه فكرة التسهيل يعني هي ماشي كويس انه هو عرفنا انها مهمة للتجارة العالمية طب هيها استهيلت ازاي القناة الحل البديل لقناة السويس كان طريق رأس رجاء الصلاة اللي هو تقريبا اكتشفه فاسكو دا جامع تقريبا من 523 سنة وهذا الحل بيختلف عن قناة السويس في ايه اميال اكتر مسافة اكبر كبيرة جدا في نفس الوقت تقريبا 15 يوم في البحر لان هذا الطريق هو طريق رأس رجاء الصلاة هو عبارة عن طريق مراحي او طريق بيمشي في البحر بيلف حوالين قارة افريقا كلها ويوصل بيجي من اوروبا بيلف حوالين قارة افريقا كلها بالكامل ويوصل لقارة اكتشف يعني مدة رحلة بتبقى طويلة للغاية وطبعا بيبقى فيها مخاطر وبقى فيها طائرات مائية وفيها تعرض مثلا ان هي ما تصلش بالسلامة يعني في الحقيقة فارطها قناة السويس واختصار الوقت فيما يخص قناة السويس تلات حاجات الحاجة الاولانية انها وفرت وقت ووفرت مجهود ووفرت تكلفة التكلفة مواما جدا لان التكلفة دا وقود السوفهم بيتممشي بوقود وريسك ومخاطر يعني بالتالي هي سهلت كده عملية التجارة العالمية عشان كده قناة السويس هي محط انظار العالم وقناة السويس كل العالم بيهتم بيها طيب دا بالنسبة للعالم طيب بالنسبة لو احنا بقى كمصريين يعني قناة السويس فاديتها لينا ايه؟ عشان برضو استاذ المشاهدين اللي بيسمعونا قناة السويس السفن اللي بتعدي من القناة دي بتدفع رسوم هذه الرسوم بتبقى بالعملة الاجنبية او بالدولار او باليورو او واتن بالعملة الصعبة بالعملة الصعبة هذه العملة الصعبة انت بتحتاجها برضو في التجارة العالمية ازاي بتحتاجها في التجارة العالمية ما انت برضو انت كمان بتستورد بتتاجر عالميا يا بتستورد مسازمات انتاج يا بتصدر وفي دي او في دي فانت بتحتاج العملة الصعبة اذا كناة السويس اصبحت او اصبحت انها بتدخل دخل منتظم للمصريين طيب هذا الدخل المنتظم طالما هي بتدخل دخل المنتظم إذن أصبحت مورد أصبحت مورد وأصبحت أحد المورد الرئاسية للدولة المصرية طيب هي قناة السويس مورد عادي ولا بيعتبر ميزة تنفسية وهنا بقى الحتة المهمة جدا هو أي مورد ممكن يبقى ميزة تنفسية ولا لازم يبقى فيه شروط معينة للمورد ده عشان يكون ميزة تنفسية طيب هو أيه الأول يعني ميزة تنفسية عشان يبقى فهمين ميزة تنفسية أن فيه قيمة معينة في هذا المورد أنت بتنفرد بها عن بقية الناس كلها يعني حاجة زياءت value بالضبط value كبيرة أنت بتنفرد بها عن بقية الناس يعني قناة السويس هي قيمة كبيرة مصر بتنفرد بها قيمة مضاف مميزة بها عن بقية الدول كلها طيب في العلم الاستراتيجي هل أي مورد يكون ميزة تنفسية عشان حتة دي نحتاجها فقناة سويس الجديدة هل أي مورد ممكن يبقى ميزة تنفسية لا لازم يتوفر اربع شروط رئاسية في اي مورد عشان يكون بيمثل ميزة تنافسية اول شرط هو ان يكون فيه النضرة يعني ايه النضرة يعني المورد ده ما يكون شيء موجود في كل حتة لا لازم يكون نادر ياري في حالة بحالة تفرد لك فيما يخص هذا المورد هذا المورد نادر مش موجود عنده كل الناس تاني شرط وده شرط مهم جدا ان هذا المورد يكون بيقدي او بيضيف قيمة يعني ممكن يكون عندي حاجة نادرة بس هي مش ملهاش ايمان وغير مستغلة او لا تفيد الاخر بصبت ايمتها مش قد كده تالت مورد وده اهم حاجة عشان هنحتاجها جدا هي فكرة ان هذا المورد هذا المورد يصعب جدا تقليده او الاميتاتينج او النعوة يسأل يعني لا يتم تكراره في مكان اخر لانه يخص هذا المورد ازاي هيبقى ميزة تنافسية لو حد يقلده خلاص ان هو كده يبقى خلاص خسر مستو التنافسية واخر اخر شرط هو ان هو ميكون صعب جدا يتملو احلالي يعني اشيله وحط حاجة مكان اذا هذه الاربع شروط تبقى للعلوم الاستراتيجية بتنطبق على قناة السويس وبالتالي قناة السويس هي مورد بيجيب دخل ومش اي دخل بيدخل بالعملة الصعبة ثانيا هذا المورد بيمثل ميزة تنافسية طيب هذا الممر الملاحي يختلف عن غيره من الممرات الملاحية في ايه يعني عندنا الكثير من الممرات الملاحية وكثير من المضايق لكن هذا السويس ممر ملاحي يختلف عن اي ممر اخر خليني اقولك على حاجة مهمة جدا زي ما هنرجع بس برضو حط الميزة تنافسية الاختلاف الاختلاف اللي بنتكلم اللي حضرك بتكلم فيه ايه انا اختلف عن حضرتك في ايه واختلف عن اي حد في ايه ان انا عندي ميزة هذه الميزة بيتميزني عن بقية الناس تمام؟ وبالتالي قناة السويس بتختلف مورات الملاحية التانية بفكرة تسهيل حركة التبادل التجاري او حركة التجاري من الدولة اللي هو الاستراد والتصدير لكن الحتة الاهم بقى عشان نخش ليه في مشروع قناة السويس الجديدة وليه الدولة المصرية فقرت فكر استراتيجي مميز في قصة تطوير قناة السويس او القناة السويس الجديدة تبقا للعلوم الاستراتيجية ان اي ميزة تنافسية في الدنيا لها دورة حياة زي بيسموها زي اي حاجة في الدنيا انت لو بتشوف الشمس مثلا لها دورة حياة بتطلع الصبح بمرحلة امرجنك بعد كده توصل لمرحلة فوق خالص لمرحلة الجروس بعد كده مرحلة النجوم بعد كده تبدأ في مرحلة ايه الديكلاين او النزول هذا الكيرف موجود برضو علميا موجود في اي ميزة تنافسية طيب بيبدأ بمرحلة ايه بقى مرحلة امرجنك خلاص ظهرت الدنيا ان انا عندي ميزة تنافسية اسمها قناة السويس هذا الموارد بمثيل ميزة تنافسية فاصبحت ظهر الكل لدنيا كلها تاني مرحلة وهي اهم مرحلة واللي بدأت منها من قطة الانطلاق بتاعت بتاعت تطوير قناة السويس او قناة السويس الجديدة هي مرحلة التبني يعني انا عندي ميزة تنافسية ظهرت في مرحلة امرجنك ظهرت خلاص تاني مرحلة مرحلة التبني او الادابشن هذه المرحلة طول ما تقعد فيها مدة كبيرة طول ما تنك عندك مستمر ومحافظة على ميزة تنافسية بتاعتك وهذه المرحلة بتمثل ثلاث حاجات الحاجة الاولانية المحافظة الاول على هذا المورد ان انا احافظ عليه حافظ اليكواس جدا تاني حاجة ان انا ابدأ اطوره وبالتالي ان انا اعظم القيمة لو تحافظ قيمة التنافسية بتاعتك انت لو النهاردة ما طورتش ما عمقتش ما كركتش ما وسعتش يبقى مثلا عندك اصبح هناك حويات اكبر او مش هتقدر تمر من عندك تخسر هذه الميزة التنافسية اللي انت بدأت بها لو انا ما طورتش هنا بقى السؤالة المهمة جدا احنا قلنا ان ده ميزة نفسية وفي مرحلة التبني لو مرحلة التبني دي بقيت قصيرة فانا ما حافظتش على هذا المورد ما طورتوش وما عظمتش القيمة منه بيبدأ الكيرف ينزل لمرحلة اللي هو التقليد لان ليه بقى في الحتة دي مهمة جدا انا عندي مورد وهذا المورد انا احملته وما طورتش فيه وبالتالي بدأ يطلع حاجات تانية قريبة منه وفيه احتياجات مختلفة او في نيدز معينة موجودة بس ده صعب ينطبق على خلال السويس لان هي يعني حاجة متفردة او موقع متفرد او من الصعب تكراره يعني اه طبعا المحافظة على قيمة الشيء الذي امتلكه هذا الممر الملاحي الرائع ده شيء اه جايد جدا ليه لان انا عندي المرور من خلاله ثم تأتي القناة الجديدة لتقالل مزام الرحلة بتوسعها مختلفة باعمار مختلفة تسمح بالحوالات العملاقة ولكن اه التطوير مهم بس هل فكرة انه يتم استبداله دي موجودة او مش موجودة على عرض الواقع اه محت حلو اشكرك على هذا السويس فضل افضل لو انت بسيت كويس لو انت بسيت كويس هتلاقي في الفترة الاخرانية قبل التطوير قبل فكر التطوير قناة السويس كان بدأ يطلع حاجات معانا من دول تاني فيه قنوات فيه دول بتحاول تعمل قنوات فيه خطوط سكة حادية كان فيه دول معينة خطوط سكة حاول تعملها عشان يبقى ريبليس منت عشان تقدر تاخد منك الحدة طب الدولة عملت ايه بقى في الهنى وده الفكر الاستراتيجي المميز للدولة وفي مرحلة التبني جات قالت والله قناة السويس هنطور هنطور لي عشان نعظم القيمة وعشان نحافظ على هذه الميزة التنفذية فبدأت قناة السويس لو انت بتمشي القناة فيها منظام القوافل طب بيبقى فيه قوافل جاية من من الشمال وقوافل جاية من الجنوب في بعض الاحيان كان فيه القوافل اللي جاية من الشمال دي كانت بتستنى بتنتظر على ما القوافل اللي جاية من الجنوب والا عكس صحيح فده كانت بيزود زمن الانتظار فين هنا بقى قناة السويس الجديدة بقى رايح راجع بالضبط صح كده بالضبط جدا يعني وجه زي طريق كان وان وي احنا حاول نال توي ده هنا رايح وهنا راجع دول ايه مراحل الانتظار كان فيه 18 ساعة تقريبا زمن الانتظار تمام القناة السويس الجديدة وهنا التطوير بقى القناة السويس الجديدة حلت هزه هزه المشكلة او هزه أو التحدي وفي نوع ده معناها ايه؟ معناها ان انت حسنت الخدمة جوا القناة وبالتالي تحسين هزه الخدمة للعميل الحالي اللي هو السفن الحالية ده بيؤدي الى زيادة عدد السفن وبالتالي زيادة الرسوم وبالتالي زيادة الاراضة طيب المشكلة التانية اللي كانت في القناة ودي مشكلة مهمة جدا جدا ظهر عميل جديد أو كاستومر جديد ما يسمى أمهات السفن أو السفن الأملاقة السفن الأملاقة وأمهات السفن ما كانتش تقعف تمشي جوه القناة كيف بتتجيب الحوايات وتنزلها ومتعفش تكمل جوه القناة هذا التطوير الجديد وقناة السويسي الجديدة سامحت بهذه السفن أنها تعدي وبالتالي أنت هذا التطوير وصلت فيه المقلحة جتين أول حاجة أنك أنت طورت حفظت على العميل الحالي بتاعك طورت الخدمة فزودت عدد السفن تاني حاجة أنك تسبت نيو كاستومر أو كاستومر جديد اللي هو كان اليوم قمات السفن وبالتالي ده نعك على ساعة الإيراد خلينا أقول لك لآخر نقطة عند آخر نقطة اللي هو الشهر اللي فات شهر يوليو اللي فات طبقا لتقرير هيئة قناة السويس القناة محقق أرقام شهر سبعة اللي فات ده هو الشهر اللي فات يعني نتكلم على آخر نقطة أقعد الشهر ده شهر السبعة اللي فات ده القناة حققت في هذا الشهر اللي هو الشهر السبعة اللي فات ده حققت أرقام قياسية ما حصلتش قبل كده فوصلت لأكبر معدل عبور للسفن في 2103 سفينة في شهر سبعة وأكبر معدل للحمولة أو أكبر حمولة صفية وصلت لمية 25 مليون طن حمولة صفية وحققت 704 مليون دولار وهو أعلى عائد وصلت له قناة السويس من الأول خالص طيب ده كله هذه الأرقام 404 مليون دولار في شهر واحد شهر يوليو شهر يوليو شهر يوليو اللي فات إلى شهر سبع وده معناقي بقى هنا بقى اللي أنا عايز أوصله حضرتك هذه الأرقام القياسية هذه الأرقام القياسية ما كانش هتيجي كده من من فراغ هيجت من فكرة التطوير الحاجة التانية والمهمة جدا ده كله على بعضه بيمثل أو تنمية عن نفس الفترة السنة اللي فاتت تقريبا 26% يعني القناة محققت الأرقام دي في شهر يوليو بزيادة عن السنة اللي فاتت 26% هنا يجي حد بقى يقولك إيه يا دكتور هو إيه يعني يعني أنا كنت بصرف الفلوس دي كلها وبعمل القناة عشانا أجيب 26% بس هنا بقى نقوله لأ نتكلم بطريقة أكثر حرفية الموضوع مش موضوع 26% أنا لما بيجي أطور أي مؤسسة أو باخد قارير تطوير أنا ثلاثة أسئلة مهمين جدا لازم أسأله السؤال أولاني العائد اللي هيجي لي متطوير ده قد إيه هل أنا هطور العائد المادي اللي هيجي لي متطوير ده قد إيه طيب السؤال التاني والأهم منه الدرر اللي ممكن يقع علي أو النقص اللي ممكن لو أنا ما طورتش بيسموها أو تكريفة الفرصة البديلة وهو أنا بطور عشان أجيب عائد فلو ما طورتش الأبورتونتكوس هخسر ولا هتني زامنة ولا هيحصل إيه السؤال التالت أنا هجيب فلوسي اللي أنا صرفتها في التطوير ده بعد عد إيه تمام هنا بقى مهم جدا هضرب لك مسأل صغير أوي عشان نطبعها على قناة السويسة لو حضرتك عندك مصنع ومصنع ده في مكنة المكنة أريدي بتنتج لك كل يوم مئة واحدة الوحدة بتمثل بخمسة جنيه فإذا المكنة بتجيب لك إراد يومي 500 جنيه طيب انت دمك حاجة من اثنين يطور المكنة دي وتجيب لك بتعمل تنتج لك 120 وحدة أوكي وبتالي تجيب لك 600 جنيه فيحصل لك زيادة 100 جنيه أو إنك ما تطورش المكنة وتسيبها زي ما هي مع عشان التطوير لي كوست بالظبط فالعائد منه قد إيه أيوة صحيح كده فحريك سرفت إيه هتجيبه بعد قد إيه والدخل اللي بقى مقناة وها كسر طيب أنا أقديمي حاجة من اثنين يطور وهذا التطوير يديني 120 وحدة زيادة فأنا أبقى كده زودت الإراد اليومي ب100 جنيه تمام أو إن أنا ما طورش وإذا ما طورتش هذا الإراد هينزل لـ 20 في المية فهيبقى حانتك 80 واحدة بدل 100 وبالتالي هينقص الإراد 100 جنيه هيبقى 400 جنيه ده لأن المكنة مش هتتحمل بذات الإنتاج لفترة طويلة هنا أنت لما طورت وحدست وصرفت زودت عدد الوحدات ولكن يقول لك مثلا بلغة سوق هلم فلوسي بعد قد إيه صحي الكلام؟ إذا أنا لما ماجي أحسب بقى النهاردة عشان أنا الكلام ده على فكرة أي حد بيطور مؤسسات أو في تطوير المؤسسات بفهم الكلام اللي بقوله ده كوارس جدا أنا لما طور النهاردة ماجي أحسب العائب من التطوير ببصش عليه على إن هذا العائد هو العائد المادي الوحيد اللي هو الستة وعشرين فهم بنتكلم عني لأ أنا لازم أحسب الأبرونتكوس لو أنا ما كنتش طورت كنت الأراددة كان هيقل ولا ما كانش هيقل عما ييجي بقى نطبق على قناة السويس أنا وصلت النهاردة الستة وعشرين في المائة طيب ده بعد التطوير أوكي لو أنا ما كنتش طورت أنا كنت هخسر أيه كنت هخسر النيو كاستمر اللي هو مين اللي هو أموات السفن اللي ما كنتش بقدم القناة صح ولا غلط طيب وكان حتى العميل الجديد اللي هو كان العميل الحالي اللي هو كان موجود اللي هي السفن الحالية اللي كانت موجودة مع تطوير زمن الانتظار فأنا مش هقعد أنت قضيت على الويتينج لست يا دكتور بالظهر يعني أنت مثلا معلش عفوا أنت بيمر من عندك 100 سفينة وعندك ويتينج لست 30-40 سفينة برا ليه لأن المنتظر يتخرج النهاردة أصبح الطريق مفتوح رائح فيه ويتينج لست 30 مستنيين طب النهاردة لما يعني زمن العبور في الرحلة مدته أقل أصبح الويتينج لست مش موجود وبنانا عليه هيبقى فيه مساحة أن المزيد من السفن تيجي وتعبر ما تقفش وراء الويتينج لست 20-30 سفينة المستنيين برا حييك حييك على هذا حييك على هذا صح يا فهد نمو حييك على هذا فهنا أنت قضيت على الويتينج لست وقدرت تستفيد بكل السفن ما فيش سفينة بتقف إطلاقا أنت عندك مرحلة من المرور المتتالي وبنانا عليه طبعا الدخل القومي من هذه القناة هيزيد الظبط لأن صدر أنا هرجع لحتة لحدك كلمت فيها عشان حتة مهمة جدا 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 فكرة الويتينج لست دي هل هي الفكرة دي وقفة بس على فكرة الويتينج لست عشان كده أنا قلت أحييك على هذا صدر فان على هذا الموضوع الويتينج لست أنا حتى لو ما قضيتش عليه وقللته آه بس والويتينج لست له فيدباك تاني مختلف أو له فك تاني مختلف إيه إن أنا النهاردة هذا الكم من السفن لو لقيت نفسي أنا أنا كدولة أو كحد كشركة بتصدر أو أطبر وهعد من القناة ولقيت نفسي أنا هاعد مدة كبيرة في القناة وتجارتي هتتأخر وتجارة بتاعتي هتتأخر أو هتأخر على معادة تسليم فأنا ممكن أخد طريق بديل حتى لو هزودني مدة تانية أو أفكر في حل أو حل بديد ومن هنا من هنا أرجع أقول لحضرتك حتة مهمة جدا إذن أنا لما باجي أطور ونطبق فكرة التطوير على القناة العائد المادي اللي هيجيني من القناة أقولنا فيه 26% جروس طب ولو ما كنتش طورت معنا كنت أخسر للسفن الجديدة فممكن كنت تقع على 20% كمان إذن أنا لما جاء أقول أقول إن أنا العائد اللي جاي لا هو مش 26% هو 26% زائد 20% طيب السؤال التاني اللي الناس كلها بتسأله وبتعود بتسأله أنا الفلوس دي أجيبها إمتى فأنا كتع على بقى أو أنت بتطور ليه هل أنت بتطور للنهاردة ولا بتطور لبكرة ولا بتطور لبعد بكرة التطوير أنا بتطور النهاردة في قناة السويس هو تطوير كمية مسادامة ليس للنهاردة بس ولكن لكل الأجيال القادم فأنا ممكن أقعد أخذ 26% دي إذا ما بنوصل لأرقام قياسية دلوقتي في القناة فممكن نأخذ النهاردة 16% على مدار كذا سنة هجيب فلوسي لنا إيه يبقى حدايك ما بتبصش على العائد منها الوقتي ولكن ببص على انت طورت والفلوس تصرف النهاردة بادئ تسترد الفلوس اللي تصرف ويستمر معك هذا التطوير ونتائجه وفوائده إلى سنوات وبعدين ما معناها إيه؟ معناها أن أنت هتسترد الفلوس دي خلال فترة وبعد كده كل ما هو قادم في الأرباح الصافية فده بس عشان الناس أو عشان بعض الناس أنا بقابلها فتقول لي هو القناة يعني 26% فده توضيح بس الحاجة بقى أنا بقي معي 30 سنة اه اه انا بس الحاجة التانية اللي أعايز أهلايت عليها هو هل تعظيم القنون رفع عند الحيطة دي بس لا في مشروع اسمه مشروع القرن وهو مشروع تطوير محور قناة سويس على هامش هذه هذه المشروعات اللوجستيك اللوجستيك عشان الناس بس أفهم اللوجستيك هو هو علم من الإدارة أو أحد علوم الإدارة اللي بيهتمل بتضف فق الموارد من المنطقة الإنتاجية المنطقة الاستهلاكية فعندك الجاب دي أو المشوار ده كله كلها خدمات اللوجستيك نقش اوكي تخزين اوكي تكنولوجيا معلومات اوكي كل هذا هذه تعتبر مشاريع الدولة هتبدأ تحطها على الطريق أو هي فعلا بدأت نتحطها على الطريق في مشروع تنمية محور القناة السويس على هامش قناة السويس الجديدة وبالتالي تعظيم القيمة موقفش بس عند ستة وعشرين في المية ولا حتى كمان عند العشرين في المال اللي كنتم ممكن أخسرهم أو أطبر المسبة يعني وذات كمان عليه فقر التعظيم القيمة في حتة تشغيل محور قناة السويس أنا سعيد نحنا ما كلمانش تفصيلا في جزئة روجستية عشان ممكن نعمل حلقة كاملة نتكلم فيها على مشروعات روجستية